بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عينصاد ذكر رحمة ربك عبدا زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء ربك شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهبني من لذنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكونني غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر اتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سبيا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن صبحوا بكرة وعشيا يا يحيا قذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحلانا من لذنا وسكا وكانت قيا وبرا ببالده ولم يكن جبارا عصيا وسلام علي يوم أولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكروا في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهليا مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثلنا بشرا صبيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكونني غلاما ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة مننا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا خصيا فأجاء أهل مقازوف إلى جذي النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذي النخلة تساقط عليك رتبا جنيئا فكلي وشربي وقري عينا فإما ترئنا من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا قال إني عبد الله آتاني لي الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا ببالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام على يوم أدت ويوم أموت ويوم أبأث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا سراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فضيل للذين كفروا من مشهد يومئذ يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قذي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكروا في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتني ما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتني إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك سراطا سبيا يا أبتني لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عسيا يا أبتني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن عاليهتي يا إبراهيم لإن لم تنطي لأرجمنك واحجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا واعتذلكم وما تدعونا من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتذلهم تدعو وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكروا في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطول الأيمن وفربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكروا في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكروا في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من زرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن زرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الله آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أزاؤوا الصلاة واتبعوا الشاوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات أدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعونا فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نصيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوا واستبن لحبادته هل تعلم له سبي سميا ويقول الإنسان أيذا ما ميت لسوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياتين ثم لنحذرنهم حول جهنم دثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقذيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن وهم أحسن أثاثا وليا قل من كان في الظلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأعزعف جندا ويزيد الله الذين اهددوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوطين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من من العذاب مدا ونرثوا ما يقول ويأتينا فرضا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياتين على الكافرين تعزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم مردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرنا منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحساهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن أدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدام وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبي يا أبتين رأيت أحداشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأبيل الأحاديث ويتم نعمته عليك وألا آل ياقوبك ما تمها ألا أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك أليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين إذ قالوا ليوسف واقوا أحب إلى أبينا منا ونحن عسبا إن أبانا لفي ظلال مبين نقتلوا يوسف أفترحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوا في غيابة الجب في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسلوا مع لا غدا يرطأ ويلعب وإنا له لحافزون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخافوا أن يأكله الذيب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذيب ونحن عسبا إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبقوا وتركنا يوسف عند متاعنا عند متاعنا فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فسبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بزاعه والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مثرئ لامرأتي أقرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأمين الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثويه إنه لا يفلع الظالمون ولخذ همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه كذلك لنسرف عنه السوء والفحشام إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقد قميسه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاه من أراد بأهلك سوء إلا أن يزجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميسه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميسه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميسه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف عارض أن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاتئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترامد فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا منهن سكينا وقالت خرج عليهن فلما رأينه أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعسم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أسب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فسرف عنه كيدهن إنه هو الصميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما راه الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فطيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي قبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتكما طعام ترذقني إلا نبأتكما بتأويله قول أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوم ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون ما خير أم الله الواحد الخهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إيام ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربا خمرا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُوا فَتَأْكُلُوا الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُذِيَ الْأَمُرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ مَذْكُرُنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْصَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِزْعَ سِنِينَ وقالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبَعَ بَقَرَاتٍ سِبَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُمْبُلَةٍ قُذْرٍ وَأُخْرَ يَابِسَادٍ يَا أَيُوَا الْمَلَؤُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُؤْيَا تَأْبُرُونَ قَالُوا أَذْغَاصُ أَحْلَامُ وَمَا نَحْلُ بِتَأْوِينِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ جَامِنُهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِينِهِ فَأَرْسِلُونَ يوسف أيها الصديق أفتنا في سمع بخرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خزر وأخرى يابسات وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حسدتم فذروه في سمبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك أتون به فلما جاءه الرسول قال رجعوا إلى ربك فاسألوا ما بال النسوة ما بال النسوة النسوة التي قطعنا أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما قطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوه قالت امرأة العزيز الأعانى حسن الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشام نصيب برحمتنا من نشاء ولا نظيم أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فادخلوا عليه فاعرفهم وهم لو منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه وأباه وإنا لفاعلون وقال لفتياني جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا من يمنا الكيل فأرسل ما معنا أخانا نقتل وإنا لو لحافزون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافزا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ واخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسلوا معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقا وما أغني عنكم من الله من شيء إلي الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتيس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أقيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به سعيم قالوا تلاه لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من أجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجز الظالمين فبدى بأوئعتهم قبل معاء أخيه ثم استخرجها من معاء أخيه كذلك كذنان يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشام وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يصرق فقد سرقا قل له من قبله فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شركاءنا والله عالم بما تسفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيقا كبيرا فقد أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله من قبل من قبل ما فردتم في يوسف فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبيكم أو يحكم الله ليم وهو خير الحاكمين إرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية الذي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيزت أينه من الحزن فوكزيم قالوا تلا إن تفتعوا تذكر يوسف حتى تكون حرزا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلموا من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا طيأسوا من روح إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الظر وجئنا بمضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يزيع أجر المحسنين قالوا تلا إن قد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجدوا ريحا يوسف لولا أن تفندون قالوا تلا إنك لفي ظلالك القديم ولما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارطد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع بويه على الأرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لتيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرزون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفامنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرام أفلم يسيروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشام ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ترجمة نانسي قنقر